يا صباح النور يا صباح الحب لكل الناس اللي قاعدة تشاهد هذا الفيديو اليوم طبعا وعدتكم بمواصفات شريك المستقبل مواصفات الشكلية يعني مواصفاته شكله وجهه إشارات أي حاجة تخص هذا الشخص رح نعرف من خلال قراءات الفنجان طبعا يمكنك الاختيار بحسب حجم الفنجان أو بحسب لون الحجارة الحجارة البنية أو الحجارة الرمدية كما يمكنك الاختيار بحسب الحرف الأول من اسمك يعني هناك ثلاث ترى عندكم ثلاث اختيارات يمكنك الاختيار بحسب السايد أو بحسب الكالر أو بحسب اسمك تمام؟ خلينا نعرف مواصفات شريك المستقبل لسنة 2022 إن شاء الله نعرف حالكم وأحوالكم وكل اللي في بالكم إن شاء الله وبسم الله سنتوكل يعني أورح نبدأ بقراءة الفنجان البني لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد خلينا بسم الله نبدأ فنجان ماسك شوفوا بسم الله ما شاء الله عليك السنة هذه سنة النقاها سنة صفاء الذهن أتوقع إنك هذه السنة حلفتي بالله إنك رح تطلع كل ما هو ماضي من حياتك كأنك هنا قررتي إنك تطلع كل الطاقات السلبية للناس اللي لسه ما سوت علاجات روحانية أتوقع إنك تبغي تسويين علاجات روحانية يعني في عندكم استشفاء روحي في عندكم انطلاقة جديدة نحو الحياة الأحلى والأجمل إن شاء الله لسنة 2022 لكل العازبات اللي تشاهد هذا الفيديو عندك بشاير مرة حلوة أو بشرات مرة حلوة رح تسعدي فيها ورح تحبي حياتك من سنة 2022 من بدايتها إلى نهايتها بسم الله ماشاء الله كلها خير وبركة دامك ما تنظرين إلى كل ما هو ماضي دامك ما تنظرين إلى الحزن العميق كأنك أنت السنوات اللي فاتت كلها قاعد تراجعي نفسك قاعد تفهمي نفسك قاعد تطلعي نفسك من الحزن ما تريدي إنك تدخلين في علاقة مع شخص وتظلمي أو حاجة فأنا شايفة إنه 2022 مناسبة لك عددا وشهرا ويوما وكل حاجة إن شاء الله كسنة جميلة جدا من بدايتها النهايتها الله يسر فيها أمورك إن شاء الله طبعا هنا بس عطيناك لمحة للفنجان إنه هي لمحة جميلة جدا وإيجابية لازم إنه أنا أتطرق لها ولازم إنه أعطيك فيها شحنة إيجابية عشان تبدين بها سنتك الجاية في نفس الوقت ندخل في صلب الموضوع اللي هو إيش مواصفات الشكلية لشريك حياتك المستقبلي أول حاجة إحنا طبعا هنا بنتكلم بس عن الشكل وأكتر تفاصيل تمام وإسمه طبعا بعطيكي بعدها إسم الشخص طيب الشخص هذا حبيبتي هو رح يكون يعني من معجبينك كل من معجبينك ويريد إنه يتقدم لك ويريد إنه يتعرف عليك لأنه هنا أصلا أنت بسم الله ما شاء الله عليك عندك القبول وكل اللي يشوفك يحبك وكل اللي يشوفك يتقرب منك ويتودد لك ويحاول إنه سبحان الله يعني عندك حاجة زي القبول أو إنك مسوية هالفترة ورح تسويين هالفترة جاية موضوع القبول جلب القبول أو جلب الخطاب أو حاجة زي كده أوكي للناس اللي لسه ما سوت تراني مسوية تخفيضات ألف ريال يعني إلا خصم ألف ريال على كل عمل فأبغي أقول لك حاجة إنه تراكي بسم الله ما شاء الله عليكي عندك جذب عندك طاقة طاقة حلوة تخلي كل المحيطين حواليك ينجذبون لك ويحبونك سوى في العمل سوى في الزواج سوى في الدراسة سوى ما شاء الله عليكي عندك طاقة حلوة جدا تخلي اللي حواليك يحبونك سبحان الله حتى لو ما يعرفوك يحبوك ويرتحون لك في راحة نفسية طيب الشخص هذا من معجبينك رح يتقدم لك أول حاجة أسمر البشرة مو سمره حلوة أو سمره خفيفة سمره جذبه عرفتي طويل القامة ورياضي عائلته ناس كويسين وناس معروفين تمام لي طالع لي هنا لي طالع لي هنا أنه يشتغل شغلها كويس شغلها مرة كويس شغلها حر ومرة كويس يقدر يكون حتى يشتغل عن ضريق السوشيال ميديا أو هو معروف يعني بسناباته أو معروف بالإنستغرام أو بحسابه ما أدري بس أنا شايف أنه هو شخصية مهمة الشخص هذا محتمل منكم البعض منكم أنه أسلع أنه أسمر ولكن أسلع و يعني يش أقول لك يعني جذاب جدا جذاب لأقصى حد للبعض منكم الشخص هذا عنده شعر تمام وعنده لحية كثيفة اللي جذبني في فنجان إن الشخص هذا عنده لحية كثيفة جميلة وجذابة هو بحد ذات يقدر يكون عنده شعر وزال الشعر وخلى نفسه أصلا من يفهمه بس عنده موضة قاعد يسويها حاجة زي ما أدري كذا يعني من باب الموضة ومن باب لتغيير اللوك حقه مسوي نفسه إنه هو يعني كأنه أصلا تمام بسم الله ما شاء الله عليه إنسان جذاب جدا حتى يعني إيش أقول لك ابتسامة ما بسمح له جميل وضحكتا حلوة يصير لما يضحك يصير زي الياباني تقفل عيونه بشوش ومحبوب عنده أخوات بنات كثير عنده أخوات بنات كثير عنده تمام يسافر كثير بعد شخص هذا يسافر كثير أمه موجودة حية والأب أتوقع أنها متوفي شغلة حر بس عنده سفر كثير أوكي تجمعات كثيرة إنسان الشماعي جدا عنده تجمعات كثيرة ظهر أنه يتكنم كثير أو شغلة يتطلب أنه يتكنم كثير ويمدح كثير ما أعرف يقدر يكون حتى مؤثر على السوشيال ميديا يقدر احتمال كبير يعني أوكي رياضي يحب الرياضة يحب السفر يحب البر يحب الجو يحب البحر يحب الصحراء إنسان بسم الله ما شاء الله يحب الطبيعة كثير إيش برجة هذا خلينا نشوف إيش برجة شوفي رح توقعين في الحب أوكي أنت رح توقعين أنت أصلا تقريبا من جذب للشخص هذا شوف إيش برجة مغرور جدا يحب الحرية والله احتمال كبير يكون برج الميزان أعطاني برج الميزان برج الجدي وبرج العقرب برج القوس بعد أعطوني أربع أبراج أصناف أربع أبراج برج الميزان برج الجدي برج العقرب أو برج القوس تمام في عندك خطوبة عندك خطوبة مع شخص هذا شوفي قار الفنجان فيه خاتم مرسوم عليكم خاتم حلو رح تنبسطين رح تكون عائلة ناس كويسين وتنبسطين بالشخص هذا خلينا شوف متى يتقدم لك الشخص هذا شوف بالفنجان ونشوف بالتارو ونشوف بالكارت رح يتقدم لك في غضون الستة وقات الجاية ستة أيام الجاية ستة شهور الجاية كذا تمام أهلا كويسين وعندك الزواج السنة هذه تراكي عندك زواج السنة هذه تمام فالله يسترمورك إن شاء الله حبيبة قلبي خلينا نعطيكي الحروف الموجودة اللي رح تبان عندي طيب هنا حرف الش حرف العين حرف الألف حرف السين وحرف الراء راشد رامز رمزي حرف الشاء ما دري أنا والله ما عرف الأسامل حرف العين عبد الله عبد الرحمن عبد الغفور عبد الغفار عابد عبود ما نعرف حرف الحاء حمد حمدان حمد أحمد حمد والله ما عرف كده أعطوني الأسماء هذه فأنا أقول لكم الحين منها أوكي حرف الراء أقول لك راشد كده أوكي حرف السين سيف سلطان ما عرف أنا والله أسامل بس هذول الأسامل اللي جات عندي الحين حرف الألف أحمد أمين كده أوكي هذول الأسماء اللي جات عندي الحين في الفنجا إن شاء الله إن شاء الله بتتعرفين عليه وتسمعين أحسن خبر ونسمع لكم كل الأخبار الحلوة وشخص هذا إنسان بشوش ورح يحصل بينكم توافق ومصير علاقتكم رح تكون فيها زواج وبسم الله عليكم إن شاء الله يحفظكم من كل عين ومن كل حسد ومن كل عكوسات الله يسر أموركم حبايا بقلبي وإن شاء الله نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة يا هلا ومسهلة بالفنجان رقم 2 ونشكر الفنجان رقم 1 لا تنسى الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد يلا بسم الله خلينا نشوف يلا حبايبي يا حلوين فنجان رقم 2 بسم الله أنا بدأ نتوكل على الله هذا الحجر الرمادي فنجان سايز سمول سايز ويمكنك المشاهدة بحسب الحرف الأول من اسمك ما شاء الله ما شاء الله عطوني عطوني فنجانكم إيش فيكم تعبارين صحاب هذا الفنجان إيش فيكم في دوامة ما بين الماضي ما بين المستقبل إيشوا حضركم وانسوا ماضيكم وفكروا في مستقبلكم أنا هذا الفنجان ترى بنصحكم من الحي تمام انسوا كل ما هو ماضي إذا فشلت في علاقة مو عشان أنت فشلت في علاقة خلاص كل العلاقات تفاشلة وكل الناس أصبح عندك نوعا ما شكوك في صدق الأشخاص اللي يتقدمو لك عشان كده تضيعين على نفسك فرصة البعض منكم قد تعرض إلى عمل العكوسات عدم تسير أموركم السحر التعطي لكن إن شاء الله بتطلعون من حالات العكوسات هذه الموجودة أو تتيسر أموركم بإذن الله سميع العليم تمام الله في نجان قاعد يلمحني إنه في عندك زواج ولكن يبغى لك عمل لتسير أمورك وفتح قسمة نصيبك عندك وكف الحال عندك أمور قاعدة متوقفة لكن إن شاء الله بتتيسر بحول الله تمام عندك عيون وحسد صحيح لكن بيتم فكها ويتم علاجك وبيتم تسير أمورك وبيتم بإذن الله تحصينك تحصين دائم إن شاء الله حبيبتي انسي كل ما هو ماضي وفكر في نفسك وفكر في مستقبلك وفكر في أمور زواجك ترى عندك كثير أشياء معطلة ويبغى لك إنه تفتحيها ويبغى لك إنك تفكيها ليبغى يتواصل معنا ترى في تخفيضات هالفترة خاصم ألف ريال على كل عمل روحاني تمام طيب هنا مواصفات شريك المستقبل شكلا إذا شفت الفيديو اللي قبل هو بخصوص مواصفات شريك ماديا وكل حاجة الحين بتشوف قراءة الفجان للشخص كأمور شكلية يعني عيونة بارزة عيونة كبيرة بارزة شوافرة طويلة حلوة أسود الشعر حلو رطب شعر حلو أو يقدر للبعض منكم يكون شعر كورلي شوي تمام من قاعدة شوف إنه عيونة بارزة يعني في الفنجة ما يعرف إذا قلتم تشوفونها أو لا مو متوسط البنية مو سمي مو ضعيف متوسط البنية عندك ريزمة عنده فخامة وعنده بسم الله ما شاء الله عليه يتقدم لك هذا عن طريق معرفة تقدر تكون المعرفة تراها واسطة تقدر تكون معرفة عن طريق العمل عن طريق العائلة عن طريق السوشال ميديا ترى الشخص هذا إنسان ذو سلطة ونفوذ وغني وحلو أموره مرة ميسرة صح إنه عنده علاقات في السابق صح إنه هو خلينا نقول إنه عاش تجربة عاطفية مو كويسة لكن الشخص هذا يبغي يرتبط أو يبغى إنه يتزوج ويبغى إنه ينسى كل ما هو ماضي فإن شاء الله إنتم بتكملون بعض وأشوفكم في خير ونعمة إذا أنت عانيت قبل في السابق علاقات عاطفية سيئة أو تجارب سيئة وهو نفس الشيء ترى أنتم اثنيناتكم متكملون بعض بحول الله طيب اسمعيني حبيبتي الشخص هذا قلك متوسط البنية يعني لاه ضخين ولاه ضعيف جميل ومشاء الله عليه حتى لو تشوفين أنت مو جميل لكن عنده الكريزمة والرجول ومشاء الله عليه عنده حاجة سبحان الله يعني عفوا سبحان الله بتجذبك تمام طيب أشوفك أنا في أعلى القمم أو في أعلى المراتب مع الشخص هذا بتكملون بعض شوفوا كأنه هنا طالعين في جبل أو حاجة صعود عندكم صعود أتوقع أنك إنسان أنت شكاك أو شككتي قبل في علاقات سابقة وهو نفس الشيء ما أعطى لحياته أو علاقاتها العاطفية فرصة فسبحان الله كأنكم رح تمسكون يد بعض ورح يعني تكملون بعض من خلال يعني من خلال هذه العلاقة العاطفية اللي رح تتوج إن شاء الله بالزواج والاستقرار ولكن كزواج يظهر عندي بداية من شهر خمسة ترى الوضوح رح يكون بداية من شهر خمسة معه تمام طيب نسبة خلينا نشوف برج هذا الشخص طيب الحزن اللي عندك إن شاء الله بيروح الحزن اللي عندك إن شاء الله بيروح وراح يحصل بينكم حب أنت يعني تلاعب بقلبك قبل تلاعب بقلبك قبل نقصد عم العلاقات العاطفية السابقة وهذا الشيء خلاكي يعني تقفلي على نفسك أو لا تعطيل إن بجال الفرصة لأحد بس أنا شايفة إنه في عندك إن شاء الله شبتي خمسة بعد خمسة وقت بداية من شهر خمسة إن شاء الله يعني تحصل عندك الأشياء الكويسة بداية من شهر خمسة الجاي هذا لسنة 2022 الشخص هذا يبيشتغل شيء في وظيفة لها نفوذ ولها كاريزمة يعني لها مكانة اجتماعية يقدر يكون في سلك الشرطة يقدر يكون في محامي يقدر يكون في سلك القضاء يعني حاجة أو يقدر في سلك التعليم احتمالية كبيرة لأنه الشخص هذا إنسان محترم وعنده شغل مرة مرة كويس يقدر يكون موظف معاك في العمل أو حاجة لأنه في عندكم موساطة رح تحصل بينكم ورح يكون في عندكم إن شاء الله ارتباط تمام؟ طبعا بالنسبة لموضوع الشخص هذا ما يسافر كثير هو موجود في نفس بلدك يعني مو حق سفر كثير كثير يعني إذا بيسافر مرتين في السنة مو أكثر من كده يعني ما يحب المغامرات إنسان رصين ويعرف يتكلم ويعرف يتحاور مع الناس ويحسن اختيار كلماته أنا شايفة إنه إنسان يعني بسم الله ما شاء الله عليه حتى الفارق في العمر حلو يعني يساعدك إنك تتطمني من ناحية هذا الشخص ترى السنة هذه سنة الخاتم سنة الزواج والارتباط حتى عائلته ناس كويسة ناس كويسة وغني ترى ميسور يعني مو حتى غني نحكي عن من ميسور فما فوق يعني عنده سيارة عنده بيت عنده كل حاجة أنت تحبيها تمام؟ يعني يقدر يوفر لك من الأبسط إلى الكباليات إلى الثانويات كريم جدا حتى في فلوسه كريم يجيب لك الهدايا ويفتكرك ورح يحسن تعامل أنا أنصحك إنه عشان عشانك وعشان الشخص هذا وعشان علاقتكم تنجح حاول إنكم تعطون أشهر عشان تفهمون بعض يعني إذا تعرفت يعني بداية السنة هذه خلي عندكم خمس شهور أقل حاجة عشان تفهمون بعض أنت يشارك هذا ولا تظلمي ولا يظلمك وعشان تعرفي كرمه من بخلة بس أنا شايف إنه كريم جدا 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 وإذا عطى لك خلينا نقول إذا عطى إذا عطى يعني الثقة فيك خلاص بيعطيك عيونه وأنت نفس الشيء تمام؟ فالله يسهل أموركم يا رب نعطيكم الأسماء حرف الها حرف الها هادي ما أعرف والله اسمها كثيرة بالحرف الها بس أنا شايف إنه حرف الها حرف الفا فادي حرف النون نوف نائل أو نواف نواف لأنه النواف بالولد والنوف البنت نواف نائل ما أعرف كده بس حرف الها حرف الفا حرف فهد حرف الدول حرف الجيم جمال ما أعرف كده بس جمال كده حرف الجيم موجود عندي كذلك حرف الجيم حرف الميم ميم ميم بعد أوجود حرف الميم حرف الياء ياسين ياسر ميم محمد محمود ماجد مجد مالك ملك كذا أوكي فهذا اللي بان معاي من ناحية الحروف اللي بانت عنجي الآن حرف الباء بشار ما أعرف والله هذول الأسماء اللي تلعت عندي حرف الباء حرف الها حرف الفاء والواو والواو لا ما بان عندي حرف الميم النون جيب كذا يعني أوكي الله يسهل أمورك إن شاء الله يا رب والله يفتحها عليك ويرتقك كل السعادة والخير والبركة يا رب إن شاء الله يا حبيبتي نسمع عنك كل الأخبار الحلوة السنة فيها الخير وفيها الحب وفيها كل البشرات اللي إمتي يعني تحبيها أو إمتي تريد أنك تعيشيها الله يسهل أمورك والله يفتحها عليك شكرا للمتابعة يا حبيبة قلبي والله يسعد قلوبكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا